والسلام على من اجتمعت المحاسن فيها الله يحييكم يا جمعة الخير دائما وأبدا وانتبهوا ترى بطلب منكم طلب آخر شي في هذا العطر ضروري تركزون معي هذه قصة يرويها الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب البدر الطالع الجزء الأول صفحة 493 وهو يترجم لأحد العلماء جاب قصة من القصص اللي حصلت في زمن هذا العالم واللي تناقلوها الناس واستغربوا منها كثير يقول لك هذه فيه بلدة في غرب اليمن بقريبة من ساحل البحر الأحمر اسمها شامية الحرجة فيها قرية اسمها الحمرة هذه القرية أهلها مزارعين عندهم مزارعهم وكذا فيه رجل مزارع مشهور عنه أنه رجل صالح وفيه خير وكل من يذكره بخير هذا الرجل فكر كذا وقال لنا ليش ما ابني مسجد على أحد الطرق الطرق يعني اللي يمشون فيها الناس في سفرهم وكذا ليش ما أحطني مسجد يصلي فيه عابر السبيل وفعلا راح بناله مسجد صغير كذا منطين طبعا يا جماعة الخير يعني لا تتوقع مسلح وشغل جبار يعني المهم ما الذي كان يفعله هذا الرجل كان يسوي شي غريب كان بالليل يأخذ سراجه ويطلع يروح لهذا المسجد ويأخذ معه عشاه يأخذ معه أكل فيجلس في المسجد هذا ينتظر عابر طريق يمر يصلي في المسجد يكون جعان يعطيه يأكل إذا ما لقى أحد يتعش العشاء يصلي صلاة الليل يصلي في المسجد ثم يرجع البيت وينام حتى يصحى بدري لشغله وعمله وتعرفون الناس قديما كانوا يصحون مع العصافير إذا أشرقت الشمس ثم يعملون حتى غياب الشمس هذا الرجل استمر على هذا الحال يباني مسجد عابر السبيل ويروح يأخذ معه أكل يطعم الناس وإذا ما لقى أحد يأكله حتى ما يتركه ثم يرجع البيت في يوم من الأيام أو سنة من السنوات كان فيه قحت وقلت الأمطار والآبار احتاجت حفر زيادة لأن المياه أصبحت غائرة يعني في الأسفل هذا الرجل عنده بئر فأراد أنه يعمق البير فنزل جاب عياله علشان يحفرون البير فنزله تحت وتعرفون ينزلون له الدلو أو ينزلون له كده ثم يملأه بالتراب أو يملأه بالبطين ثم هم يرفعون وهكذا مستمرين وهم على هذا الحال بدأت تتهدم جدران البير والرجال في الأسفل يا جماعة ثم انهدم البئر كله على الرجل هو في أسفل البير عياله وين؟ عياله فوق فلما انهدم مصيبة مصيبة يعني الجماعة يعني خلاص علموا أن نبوهم توفى فقالوا نحفر ليش؟ خلاص الوالد مات طيب ايش اللي حصل تحت؟ الرجل هو يحفر تحت سبحان الله العلي العظيم طلع معاه كهف فهو كان داخل جوه الكهف وأثناء نزول الطين سبحان الله العلي العظيم نزل نزل لوح خشب وسد باب الكهف ونزل الطين وسبحان الله باب الكهف ما دخلها شيء الرجل وين راح الآن؟ راح في الكهف في الأسفل كهف أو مغارة جو الأرض طبعا نحن نعرفها كيميائيا أنها ممكن تكون صخور كلسية أو كذا الذي حصل أن عياله أبوهم مات وأعلنوا هذا في القرية أن أبونا مات ورحمه الله الرجل محبوب ومذكور بخير حزن الناس عليه حزن شديد بينما يتمعت الخير في الحقيقة الرجل في الكهف طيب الرجل بيموت لا محالة لأن لا عنده ماء ولا أظلام دامس وفي لحظة من اللحظات يأتيه سراج مضيئة نفس السراج اللي كان يأخذه معاه هو للمسجد ثم لما يضيء السراج يلقى نفس الأكل اللي كان هو يأخذه للمسجد فيأكله ويستمر السراج يمنور عنده فترة ثم يذهب السراج فكان يعرف هذا الرجل الليل من النهار بالسراج إذا جاه السراج هذا ليل هناك بره ليل وإذا راح منه السراج هذا نهار خلاص استمر على هذا كم يا جماعة استمر على هذا ست سنوات خلاص حتى فكر أولاده بعد أن استوعبوا مصيبة أبوهم أنهم يحفرون البير ويرجعون يستخدمونه وفعلا حفروا البير وتفاجأوا بوجود الكهف في أسفل البير وابوهم في هذا الكهف انصدموا انفجعوا لكنهم استوعبوا المصيبة الجديدة بفرحة وهي أن أبوهم حي وبصحة يا جماعة الخير بعد ست سنوات الذي حصل أن الرجل خرج وسألوه وقالوا له يا ابونا كيف كيف أمر لا يصدق فقال لهم يا أولادي نفس السراج اللي كنت أخذه للمسجد ونفس الأكل اللي كنت أخذه للمسجد كان يجيني يوميا حتى أخرجتموني طبعا بعضكم سيستعظم المسألة يقول غريبة عجيبة يا جماعة الخير المعجزات والكرمات لا تقول فيها عجيبة وغريبة المعجزات للأنبياء والكرمات للصالحين هذه إذا تواترت بها الأخبار ونقلها الثقات ما لك إلا تقول سبحان الله هذه القصة قلنا أوردها الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب البدر الطالع الجزء الأول صفحة 493 في ترجمة أحد العلماء ثم ذكر في آخر القصة اسم أحد العلماء اللي زاروا هذا الرجل وتأكدوا من القصة بأنفسهم القصة وقعت في عام من عام 800 للهجرة إلى عام 900 للهجرة المطلوب منكم روحوا على جوجل وطلعوا البدر الطالع الجزء الأول وبتلقونه موجود على جوجل طلعوا وطلعوا الصفحة في الجزء الأول صفحة 493 وروحوا شوفوا القصة بنقل الإمام الشوكاني وتعلموا تبحثون علمياً ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة